بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام وركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم عن اه العباية والاخص العباية الديقة. عما تشوف المرأة ان هي لابسة اه عباية اه ديقة في المنام. والعباية دي ديقة بشكل مبالغ فيه ويمكن بتظهر اه مفاتينها. اه فاولا من الرؤى اللي ممكن تدل على تقصرها. او ان هي اه مقصرة في امور اه دينها. اه ممكن تدل على ان هي بترتكب زنب او معصية او سلوك الخطأ. فعليها ان هي تراجع اه نفسها. اه كمان اه اه لبس العباية الديقة اه من الرؤى اللي احيانا بتدل على ديقة. اه هتمر بيها المرأة ويمكن الديقة دي هتستمر اه معاها اه فترة. اه برضو العباية الديقة من الرموز لما تشوف المرأة المتزوجة. ان هي بترتدي عباية اه ديقة. احيانا بتدل على خلافات او مشاكل اه زوجية. او حتى لو كانت فتاة عزباء وشافت ان هي لابسة العباية الديقة. احيان بتدل على مشاكل مع الاهل او الاقار. اه كمان اه لبس العباية الديقة بشكل مبالغ فيه. اه برضو من الرؤى اللي ممكن تدل على ارتباطها اه بالشخص. الشخص ده هيكون غير مناسب. اه خصوصا يعني بالنسبة للفتاء العزباء. اه كمان لبس العباية الديقة احيانا بتدل على دقيقة. اه مالية ممكن اه 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 تمر بيها المرأة. اه كمان احيانا بتدل على اه عدم روحة. اه في حياتها بشكل عام او حدوث امور غير اه محمودة في اه حياتها. خصوصا لما اه تشوف المرأة انها لبسة عباية ديقة ومش قادرة ان هي تمشي بيها حتى. فمعنى كده ان هي هتمر بطائقها شديدة جدا او باحداث آآ سيئة او غير آآ محمودة. آآ كمان المرأة الحامل لما تشوف انها لبسة عباية ديقة فمعنى كده ان هي هتتعرض لآآ تعب او هتتعرض لآآ آآ آآ خلال فترة آآ آآ الحمل.